هستعير التصنيفة اللي قالها أستاذ محمد صلاح الإعلام حماس، إعلام إسرائيلي، إعلام عربي، إعلام مصري، إعلام السوشيال ميديا، الإعلام الغربي أنا هزود عليها بس الإعلام الحكومي المتمثل في المتحدثين الرسميين باسم الحكومات سواء حكومات الشرق الأوسط أو الحكومات الغربية كيف رأيت سير تقطيات الإعلامية للأحداث من سبع أكتوب؟ يعني أنا حابب أن أبتدي من آخر جمل قالها الأستاذ محمد صلاح أنه فكرة أنه الجزء الخاص بيه الكونجرس الأمريكي واللي حصل في الكونجرس والتخطية على أو عدم تخطية المحدثة في الكونجرس من اعتراض على كلمة بلينكن أنا أعتبر أنها هي نتيجة طبيعية دي سياسات غرف الأخبار سياسات غرف الأخبار أنا مع الأستاذ محمد صلاح قبل الهوى كان يتكلم بيقول أنه ما فيش مسألة الموضوعية والتحيز أو أنه الكلب ميكالين أنا متفق تماما على أنه لابد من إعادة الاعتبار لما يسمى نظرية وضع الأجندة الأجندة سيتينج وضع الأجندة في الإعلام الدولي موجودة منذ سنوات طويلة اللي هي فكرة أنه هناك من يضع الخطوط العريضة للسياسات الإعلامية وأنشاف أنه الحرب دي بشكل واضح السياسة تقود الإعلام معنى أنه المخططين للسراتيجين اللي بيحطوا الأسس الإعلامية والسياسات الإعلامية بيحولوها إلى أهداف واضحة في السياسة الإعلامية ولا يمكن لأحد في غرف الأخبار التي تصنع الخبر داخل أي فضائية أو قناة شبكة أخبار أو صحيفة أن تغير في الرواية وبالتالي ما نراه تحيز وعدم توازن هو في حقيقة الأمر هو الأمر الطبيعي في غرف الأخبار في ظل السيطرة الموجودة سواء من اللوبي الموالي لإسرائيل أو أي جماعة مصالح موجودة فيه مرتبطة أو متشابكة مع هذه الحرب النقطة الثانية أنه دي أول حرب فلسطينية إسرائيلية كبيرة في عصر السوشيال ميديا بالتالي هي اكتزبت قطاعات كبيرة من الشباب الصغير هو حديثي العهد بالسياسة شفنا حجم التفاعل وشكله إزاي على مختلف المنصات التواصل الاجتماعي شفنا أرد فعلهم على مسألة الحجب وعلى مسألة تقييد المشاركة على كتير من هذه المواقع وبحثهم عن طرق بديلة لوصول المحتوى أيضا أنا شايف أنه جزء الجير من العمل على السوشيال ميديا انتقل إلى القنوات التقليدية وأصبح رافض رئيسي في التخطياط الفيديوهات لما احنا شفنا أصبح لها نصيب كبير وده معناها أنك أنت اللي احنا كنا بنسميه إعلام المواطن والمشاركة المجتمعية في الإعلام أصبحت حقيقة في هذه الحرب أصبح الآن واحد من المصادر المهمة للتأكيد على الأخبار أو تأكيد مصدقية الأخبار أو صدقية الخبر أصبحت السوشيال ميديا جزء رئيسي منها وبتلعب دور مهم جدا في البريفيكيشن أو التأكيد الخبر أنه تزايد الإدراك أيضا لدى المشاهد والقارئ بتحييزات الغرب يعني التحييزات الغرب أصبحت متبلورة الآن إعلاميا وسياسيا للأسباب اللي قلناها وأصبح المشاهد العادي خبير في التمييز بين وده أعصى أخذ مكسب مهم مسألة أنه أنه مش كل اللي يتقال ممكن تصدقه ومتالي الناس بتبحث على طرق كمان أنها تعرف أكتر عن الأحداث وتعرف أكتر عن الزيتميز بين قصة وأخرى